وإلى بغداد حيث الحادث الإقليمي يسيطر على الأجواء السياسية والحكومية بشكل لافت ردت المحكمة الاتحادية العليا طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية بالعراق وفقا لكتاب رسميا صادرا عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود فقد رد هذا الطلب لعدم الاغتصاص وفي تفسيرها لعبارة ذات سيادة كاملة الواردة ضمن المعدة الأولى من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ألزمت المحكمة جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الاتيان بأي عمل يخل بسيادته وبعكسه فأن أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطار اشتركوا في القناة